بالفعل العديد من الرسائل النصية كانت وصلت على هواتف اللبنانيين تدعوهم فيها أو تقول فيها هذه الرسائل إن كنتم بالقرب أو تعيشون في مبنى في سلاح لحزب الله عليكم الابتعاد حتى شعار آخر حتى أن هناك خرق لشبكة الاتصالات الاتصالات عديدة تصل إلى مواطنين أيضا تدعوهم فيها للابتعاد عن أي مكان فيه تواجد لحزب الله لأنهم عرضة للاستهداف هذه التحذيرات طبعا جاءت بعد هذه الغارات العنيفة كما ذكرت أكثر من مئة غارة بدأت عند الساعة السادسة صباحا وانتهت بعد حوالي الساعة بشنها على عدة مناطق هذه الغارات تحصل اليوم الثالث على التوالي ولكنها اليوم توسعت في اليومين السابقين كانت فقط تستهدف مناطق جنوب لبنان إن كانت مناطق حدودية أو في العمق الجنوب هذه المرة توسعت لتصل إلى البقاع الشمالي بلدات عديدة تمت لغارة عليها وبحسب آخر المعلومات وبحسب مصادر العربية فقد أدت هذه الغارات في البقاع الشمالي إلى مقتل شخص مدني وجرح ستة أشخاص آخرين كانت هذه الغارات أيضا شملت بلدات في العمق الجنوب في أقضية زهراني وصور والنبطية مناطق حيوية كانت هناك غارات بالقرب من الطرقات الرئيسية التي عادة تكون مكتظة بالمرة وحركة المرور فيها كثيفة تمت الإغارة بقربها يعني اليومين الماضيين كانت الغارات العنيفة هذه تستهدف أطراف البلدات هذه المرة تغيرت لتشمل عمق هذه المناطق وسط هذه البلدات المستهدفة بالإضافة إلى أنها كانت بالقرب من المنازل ومن الطرقات حيث الأماكن مقتضة حتى الساعة في هذه الأثناء عدنا إلى الهدوء الحذر المقاتلات الحربية لا تزال تحلق على مستويات منخفضة بين الحين والآخر بعد هذه الهجمات العنيفة والتي يترقب طبعا بأن يكون هناك ردود من قبل حزب الله على هذه الغارات لذلك طبعا هناك توقعات بانطلاق صليات من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه المواقع الإسرائيلية كما عادة ما يحدث إذن هذه الغارات هي تحصل للمرة الثالثة يوم أمس أيضا كنا شهدنا صباحا أكثر من خمسين غارة بعد العمليات التي نفذها حزب الله باستهدافه شمال حيفا وقاعدة رمد دافيد أيضا قبل يومين كنا شهدنا أكثر من مائة وثمانين غارة أيضا استادفت بلدات جنوبية اليوم عادت وتكرر هذا المشهد هنا في جنوب لبنان